كما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة منتدى شباب العالم بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابع والعشرين والمقرر انعقادها في شرمش كما كلف الرئيس السيسي رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المتحققة في مصر وذلك في إطار المسئولية الإقليمية لمصر في محيطها الإقليمية تكليف إدارة المنتدى بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر المقرر انعقادها في مدينة شرمشيخ وأنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة تكليف رئاسة مجلس الوزراء بعد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر وذلك في إطار المسئولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة